اشتركوا في القناة وفرت مساحة التعاون مع السلطة التشريعية وانتفاء القيود الزمنية والموضوعية الواردة على سلطة التعديل ففرض إجراء تغييرات مهما كان كمها متاحة لكن شريطة عدم مساسة باستقلال الدولة وسيادتها وأن تراعي هذه التغييرات المحتملة التحولات الجارية على أنماط المجتمع وأفكارها بما يضمن مزيد من الاستقرار وتلبية حاجات وجود هذه القواعد الدستورية المراد تنميتها طبعا أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة فرح تحدث عن في عهد الحكومة السابقة حكومة تصريف الأعمال نقصد بها اللي كانت الأبواب مشرعة للسفيرة الأمريكية في العراق بالتدخل بالشؤون الداخلية والحكومة وقت ذاك التزمت الصمت مكتوفة الأيدي قبال هذه المخالفات الواضحة كون عمل السفيرة المعروف هو في الإطار الدبلوماسي فقط لكن استمرت هذه المخالفات إلى الآن ورغم تحذير الحكومة الحالية ومنعها لإقامة أي نشاط أو زيارة السفيرة للمسؤولين ما لم تكن عن طريق وزارة الخارجية لكن لم نرى السفيرة الأمريكية تتبع هذه الخطوات ولم تلتزم بقرارات الدولة وهذا فسر المراقبون من أصحاب التخصص أنها انتهاك للسيادة وتجاوز على قرارات الحكومة خلونا مشاهدها الأحبة نفتح هذه ملفات الهامة لهذا اليوم والناقشها مع ضيوفنا الكرام مع يدكم تتفضل المقاويانة ومتابعتنا شارك رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس لجنة كتابة الدستورة الشيخ الدكتور همام حمودي في مؤتمر رواق بغداد الدولي الذي يهدف إلى إيجاد رؤية شاملة حول التعديلات الدستورية وإمكانية تطبيقها ومواكبتها لمتطلبات المرحلة خلونا مشاهدي أحبة نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نشاهد التقرير الآثي دستور جمهورية العراق لعام 2005 تقييم وبناء رؤية جديدة تحت هذا الشعار عقد مركز رواقي بغداد للسياسات العامة جلساته الحوارية التي استمرت ليومين متتاليين مستضيفا فيها القيادات السياسية والنخب والكفاءة الباحثة في المجال الدستوري ومناقشا جهود الإصلاح وصياغة رؤية شاملة وقابلة للتطبيق تدعم خطوات التعديلات الدستورية لتواكب المتغيرات الاجتماعية والفكرية وهذا لا يعني بطبيعة الحال التلاعب بروح النص والاحتيال عليه القراءة الجديدة للنصوص ينبغي أن تبتني على فهم دقيق لروح النص وتكيفا عصريا لطبيعة المتغيرات التي يواجهها النص في إطار التحولات التي تمر بها المجتمعات البشرية ومن هنا جاءت الفكرة في إعادة النظر في دستور العراق للعام 2005 حتى أصبحت فكرة إعادة النظر في دستور العراق مطلبا جماهيريا طالبت به قطاعات واسعة صياغة دستور عام 2005 منحته هامشا كبيرا من المرونة في كثير من النقاط ويمكن تغيره مع تغير المجتمع لكن القرار يجب أن يكون عاما من الشعب وبالأخص الجيل الجديد فهو يمثل عقدا اجتماعيا بين البواطنين ودولتهم ومرجعا أساس ويمكن إدخال بعض التعديلات عليها خاصة إن وصل الحال إلى خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب بعض النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحة الحالية لكن الدستور من الناحية الأخرى ليس وثيقة عادية وهو عقد اجتماعي بين المواطنين ودولتهم ولذلك فإن عملية تعديله لا بد أن تقضى لضوابط وقواعد متفق عليها ويعد دستور عام 2005 واحدا من الموافق النادرة والجيدة في المنطقة ونقلة كبيرة في إرساء القواعد الديمقراطية ورعاية الحريات بشهادات المجتمع الدولي خاصة وأنه جاء بعد ديكتاتورية مقيتة لكن الأصلاح يبدو ضرورة حتمية لتكيفه مع طبيعة المتغيرات التي يواجهها النص في إطار التحولات الراهنة علي حبيب الأيام الفضائية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجددا peeling�ب حياكم الله مجددا المشاهد الأحب ورحمي ضيفي كريمين في هذا ملف الدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس إلعا الإسلام العراقي حياك الله دكتور ضيف منك كريم في الستوديو وكذلك ضيف في الستوديو الدكتور وائل بيعتي أستاذ القانون الدستوري أعفوا القانون العام والخبير القانوني حياك الله مجددا أبدأ مع حضرتك الدكتور علي شيخ حمودي أكد أن لجنة كتابة الدستور تركت مجال واسع وهامش كبير في عدد من النقاط وما تم الاتفاق حول تغيير هذه النقاط فأن الدستور فيه المرونة الكافية لهذا التغيير كيف تنظر إلى هذه الجزئية بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أستاذ أحمد للضيف الكريم متابعي قناة الأيام بالحقيقة نعم لجنة كتابة الدستور في 2005 كانت عارفة بهذه الجزئية من أن الدستور وهو الوفيقة القانونية الأسمى لا يمكن أن تذهب إلى تفريعات بحيث تثقل من الوفيقة القانونية من جهة وتجعل العراقيل أمام المنفذين سواء كانوا تشريعيين أو تنفيذين للوثيقة إذا ما دخلت إلى التفاصيل لذلك هم وضعوا كما بين سماحة الشيخ محمود الرؤى والأصول وتركوا التفريعات لتكون عبر تشريع القوانين لذلك مهمة مجلس النواب في كل الدورات المتعاقبة هي أن تكون بالدرجة الأساس أن يعمل بدوره التشريعي وأولى التشريعات يجب أن تنطلق من الفراغات التي تقصد كاتب الدستور أن يتركوها مرنة بأيدي كتاب الدستور وحقيقة عندما نتحدث هنا عن الدستور واسمح لي لا بد أن نستلزم في هذه المساحة الحديث عن فتوى مرجعية وإرادة شعب نحن نعلم أن الاحتلال الأمريكي بعد غزوه للعراق 2003 كان يريد أن يذهب بالعراق إلى وصفة دستورية مكتوبة وجاهزة ليقدمها للشعب العراقي في حين كان للمرجعية الدينية العليا رأي آخر وكانت كلمتها وفتواها التي غيرت المعادلة تماما وقالت كلمتها أن دستورا لا يكتبه عراقيون منتخبون فهو دستور غير شرعي لذلك أولى مزايا هذا الدستور العراقي أنه حقق وكرس الشرعية للعملية السياسية النظام الديمقراطي الدستوري يقوم على هذه الشرعية ولذلك نتذكر أن الدبلوماسي في الأمم المتحدة غسان سلامة حينما يروي تفاصيل هذه المسألة يصف ردة الفعل الأمريكية تجاه فتوى السيد السستاني وهذا الموقف الوطني الأصيل بأنه أغبى موقف أمريكي تجاه القضية العراقية لأنهم كانوا وكأنهم يعتقدون أن العراق من السهل أن يذهب باتجاه وصفة دستورية أمريكية ولكن كانت المرجعية الدينية بالمرصاد وكانت إرادة الشعب العراقي أيضا حاضرة باستفتاء شعب عراقي تجاوز السبعين بالمئة في حينها الكل لبى فتوى السيد السستاني في الخروج والتصويت لمسودة الدستور نعم الدستور العراقي في 2005 كتب في تلك الظروف في تحديات الزمن وتحديات الاحتلال الأمريكي وتحديات فقدان الثقة لغالبية القوى السياسية وانقلاب المعادلة الحاكمة في العراق في منطقة لم تألف نظاما دموقراطيا ومجيء قوى سياسية من المعارضة لتتسنم سدة الحكم وذلك عفوا دكتور اسمح المقاطعة يعني هذا ما عبر عن الشيخ دكتور همار حمودي بأن الهدف من الدستور كان مقبولا وليس هو الهدف المطلوب دكتور وائل ضمن هذه الرؤية يعني الحاجة الأبرز والملحة في التغيير أن الدستور كتب في مرحلة زمنية كانت فيها ظروف معينة ولكن اليوم العراق يمر بظروف معينة أخرى لربما زادت التحديات وتغيرت بعض الظروف مدى قابلية أن يكيف أو توظف فقرات الدستور إذا ما كانت قابلة للتعديل حول ما يخدم الوضع الراهن وحتى الوضع المستقبلي باعتباره ليس سهل التغيير أحسنت هنا دكتور علي تسمح لي بس حتى ننتقل إلى دكتور وائل البياتي ويكون الحديث تشاركيا إذا تسمح نعم فضل دكتور وائل تحية خير وبركة أستاذ أحمد على حضرتك ومشاهديك قناة الكرام والضيف الكريم مسألة النصوص الدستورية لكل دول العالم عندما تضع هي توضع في وطن ظروف خاصة واستهدف منها إنشاء أو تنظيم مجتمع ليسير به نحو المستقبل الأفضل نحن نعلم كما بينا الضيف الكريم قبل قليل أن ظروف وضع الدستور الآن ذاك كانت ملتبسة بعض الشيء كان هناك ضغط أمريكي لوضع نص دستوري جاهز يضعه أحد مكاتب المحامات في الولايات المتحدة الأمريكية في قبال الإرادة اللي عبرت عنها المرجعية آن ذاك بوجوب أن تكون أي دستور دائم للعراق مكتوب بأيدي عراقية خالصة إضافة إلى وقع ضربات الإرهاب آن ذاك وتنظيم القاعدة الإرهابي أدت إلى أن يخرج الدستور بهذه الكيفية الموجودة حاليا مضى الدستور طيلة هذه السنوات وأخرجنا من العديد من الأزمات لكن أنا أعتقد أن بقاء الصيغة الحالية لمدة أكبر لا أعتقد أنها ستكون مفيدة في الوضع الحالي ينبغي علينا أن نعمل على جمع النخب والمضي بتحديد مواطن الخلل التي أشرت في الدستور والتي أكاد يكون غالبية سواء كانت من النخب الاجتماعية أو الأكاديمية أو السياسية متفقة على أن هناك بعض الثغرات أو أن هناك بعض مواطن الخلل في نصوص الدستور خصوصا ما يتعلق بمسألة تداول السلطة حيث أننا نعاني من إشكالية كل أربع سنوات في مسألة تداول السلطة تؤدي إلى تأخر في تشكيل الحكومة تؤدي إلى أزمات متكررة ثم بعد ذلك ينعكس هذا سلبا على الواقع المجتمعي أي وثيقة دستورية مدة سريانها قد لا تتعدى وفقا لفقهاء القانون أكثر من عشرين سنة بعدها ينبغي العمل على إجراء أي تعديلات وفقا للتجربة التجربة أظهرت بعض مواطن الخلل يمكن معالجتها والمضي باتفاق جماهيري وباتفاق سياسي على مسألة تعديلها المؤتمر الذي عقده قبل أيام كان متكون من مرحلتين مرحلة اجتمع فيها خبراء لتحديد هل هناك مواطن خلل في الدستور ثم بعد ذلك أجري استطلاع للرأي لجماهير شعبية بطريقة حشوائية لبيان رأيتهم حول النصوص التي ينبغي تعديلها ثم بعد ذلك انتقل المشروع إلى مرحلة ثانية وهي إجراء حوار مع النخل والأكاديميين والسياسين لغرض الاتفاق حول المشتركات إذا أردنا أن نعدل الدستور كيف نعدله وما هي الإمكانية لتعديلها من حيث المواد أو من حيث المواضيع طيب وفقا لذلك دكتور علي الدفاع تفضل الدكتور والبيات ب الظروف التي كانت قد وضع فيها الدستور آنذاك وطريقة الضواغط وطبيعة هذه الضواغط التي أثرت ولكن على آية حال كان هناك استفتاء شعبيا للدستور اليوم وفق توصيف الشيخ حمودي تعديل الدستور يقول بأنه يجب أن يستند إلى قرار شعبي لا سيما أن الجيل الجديد حتى أن اقتضى ذلك تغيير الدستور بأكمله يعني هذه إشارة إلى الدماء الجديدة أبناء الوطن الذي كان يعني في 2003 وليد عمر يوم واحد هذا اليوم أصبح هو من الممكن أن يصوت على الدستور عمر أكثر من 18 سنة أولا خلي نثبت النظرة الموضوعية عندما نناقش النصوص الدستورية والدستور 2005 الدستور في 2005 عندما كتب كنظرة موضوعية هو حقق المطلوب هنا من حيث أنه ثبت الأصول والرؤى وأنقذ البلد ونقله من حال إلى حال فالدستور في ظروفه في مرحلته لعله دورة أو أكثر هو حقق المطلوب من حيث هذا التأسيس وأعطى للدولة هيكلها القانوني والدستوري بشكل متكامل نعم فيما بعد هل هناك حاجة للتعديل؟ نعم هناك المادة 142 من الدستور وقد وضعت الآلية لهذه التعديلات وهذه مسألة طبيعية جدا بل ينبغي الذهاب إليها وقضية الرجوع إلى أبناء الشعب العراقي لا مناصة منها لأن الدستور هو الوثيقة التي يجب أن تؤسس لحماية الدولة وحماية المجتمع من حيث جميع تفاصيل حياة أبناء الشعب العراقي لذلك رأيهم وموقفهم وصوتهم قبولا أو رفضا مسألة أساسية القوى السياسية واعية لهذه القضية أن نذهب إلى نقاشات كما تفضل دكتور وائل نخبة السياسة والقانون الدستوري أحزاب سياسية آراء شعبية ومنظمة مجتمع مدني لا ضير ولكن لعله من الأمور التي لم يذكرها تقريركم ذكر سماحة الشيخ همام حمودي في هذا المؤتمر المشار إليه أنه لنذهب ونبحث عن المشكلات الواقعية في هذا الدستور وإنعكاساتها على النظام السياسي إذا ما كانت الحلول تتوفر في تشريع قوانين أسس لها الدستور وقال في ذيل كل مادة ولعلها خمسين مادة أو أقل أنها ويشرع ذلك بقانون وللآن الكثير من هذه المواد متروكة دون أن تفعل من حيث مجلس النواب كتشريع إذا كانت المعالجات ممكنة في الذهاب إلى هذه المواد وتشريعها وتأتي لنا بحلول نسبية ما نذهب إليها ولا نتركها بهذا الفراغ وإذا كانت المسألة برأي أهل الخبرة والاختصاص في القانون ورأي الشعب العراقي أنه لا هناك حاجة إلى التعديلات الدستورية نذهب إليها ناهيك عن أن لجنة مراجعة الدستور في دورتين قد أنجزت وأعدت تقريراً بحسب ما تقول المادة 142 أن مهمتها كتابة تقرير بالتعديلات الممكن إجراؤها وهي قد أعدت لعله مئة مادة بين شكلية تكميلية في بعض النواقص التي يحتاج الصياغة القانونية فيها تعديلات وبين بعض الثغرات التي من الممكن أن تعدل وتضاف فكتعديلات في الحقيقة هناك تعديلات شبه جاهزة من الممكن أن نظر فيها إضافة إلى تحديثه بما يرتقيه الخبراء في هذا الجامع دكتور وائل أشرت حضرتك إلى ضرورة عقد هذه الملتقيات الثقافية والإعلامية والأثاديمية حسب الرصد الإعلامي هناك عدة مراحل يوم غداً أكون جلسة مهمة جداً على مستوى جمعيات سياسية وجامعة بغداد وأيضاً ما حدث في المؤتمر الذي كنت حضرتك أحد الحاضرين هنا نتحدث عن الترويج لإقتراحات الدستور هل يحتاج إلى دعم من الرأي العام مشاركة أكاديمية جهود تثقيفية وأعلامية لنشر هذا الوعي بالتالي هل سيتم المضيء بهكذا ندوات وملتقيات للوصول إلى الغاية المنشودة؟ بالتأكيد أن أي جهد يصف في تثقيف المجتمع العام أو في بيان الرؤى حول الحاجة إلى تعديل الدستور أو المواطن التي يمكن التعديل فيها هو سيصف بالنهاية بمصلحة أي لجنة نيابية ستقوم بعملية التعديل ذلك أنه بمجبع كامل مادة 142 من الدستور ينبغي تشكيل لجنة نيابية أمدها أربعة أشهر لغرض النظر في مسألة التعديلات الدستورية بعد ذلك تقوم هذه اللجنة بعرض برنامجها أو عرض المواد التي ترغب بتعديلها سبق واحدة على مجلس النواب لغرض التصويت عليه ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاستفتاء هذه مدة الأربعة أشهر لعمل اللجنة النيابية من الناحية المنطقية في عملية كتابة الدستور أو تعديله هي مدة ليست كافية وبالتالي إجراء حوارات سابقة قبل عمل اللجنة إجراء بحوث سابقة إجراء جهد مجتمعي سابق سيوفر الكثير على اللجنة النيابية ستعتمد على هذا الجهد ومخرجات هذا الجهد سواء كانت المؤتمرات التي يحقدها المجتمع المدني أو المؤسسات الأكاديمية أو حتى الأحزاب السياسية لتبين رؤاها حول التعديل بالإضافة إلى النسختين السابقتين لعمل اللجانة النيابية عام 2006 وعام 2019 هذا كله سيكون عبارة عن مجموعة من الأعمال التحضيرية التي تستطيع أي لجنة نيابية ستشكل لاحقاً داخل مجل النواف أن تعتمد عليها للوصول إلى النتائج المثمرة طيب دكتور وآل الصعوبات التي تعترض صياغة الرؤية الدستورية الجديدة أن كانت هناك توجهات نحو هذه الصياغة ما هي المشاكل التي تعترضها هذا السبيل؟ الإشكاليات التي قد تواجه هي المزاج الشعبي نحن نعلم وفقاً لما عملنا مع مركز رواق بغداد والمؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية وجدنا أن المزاج الشعبي يتجه نحو صياغة نظام سياسي رئاسي أو شبه رئاسي لكن هذين النظامين في حال إذا أوردنا تطبيقها في ظل مجتمع شديد الانقسام اجتماعياً كالمجتمع العراقي والذي يتكون من العديد من الطوائف والمكونات سواء كانت مذهبية أو قومية أو دينية هذه عملية صياغة أو هندسة مثل هكذا نظام سياسي قد تحارضها مسألة من سيتنازل لمن؟ وبالتالي وجدنا أنه أفضل صيغة هي العمل على إصلاع أن يكون مسألة إصلاح الدستور داخل نفس منظومة النظام البرلماني بإعادة إصلاحه من خلال تقوية واقع السلطة التنفيذية وجعلها أكثر ديناميكية في العمل الإداري وأيضاً إعادة التوازن فيما بينها وبين السلطة التشريعية بإعطائها حق الحل للسلطة التنفيذية مقابل عدة ضمانات تؤدي إلى عادة التوازن لنظام البرلماني التقليد طيب حسب توصيف الشيخ دكتور همام حمودي دكتور علينا تحدث عن ما قاله أن دستور 2005 عالج موضوعة الهوية بعد أن كان ذات جانب أحادي وقومي المتغيرات الديمغرافية التي شهدت المجتمع العراقي في المراحل التي مر بها كانت أيضاً مراحل مفصلية القاعدة وداعش والانتصارات التي تحققت كيف من الممكن أن يتم تثبيت مفهوم الهوية الاجتماعية طبعاً من أبرز نقاط قوة هذا الدستور في الحقيقة بحسب ما نرى ويرى كثير من المفتصين هو التوازن في الموقف يعني لاحظ أن العراق بلد متعدد في قومياته في أديانه في لغاته في مذاهبه في تياراته الفكرية ولكن الدستور لم يذهب باتجاه معين لكي يكرس لهوية واحدة ويلغي الهويات الأخرى فتلاحظه مع أنه ثبت أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع إلا أنه ثبت في المقابل ما يجعل هناك توازناً بأنه لا يمكن سنقانون يخالف مبادئ الحريات مبادئ دموقراطية أو يخالف مبادئ الحريات المذكورة في الدستور نفسه أضف إلى ذلك يعني القوميات المتعددة لم يقل أنه وهذه إشكالية في الهوية لم يقل أن العراق بلد عربي ولتذهب القومية الكردية أو القومية التركمانية وباقي القوميات الكريمة إلى حيث لا اهتمام فيها وكذلك الأديان والطوائف وإنما يعني كان هناك توازن في الموقف فقال أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ثم أكد على قضية الثقل الأكبر لعله جذره في قضية أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها ولم ينس قضية الانتماء الإسلامي وهو جزء من العالم الإسلامي فنلاحظ أن دستور 2005 في قضية الهوية تحديداً وهي مسألة جداً حساسة لأنها تتعلق بانتماء أبناء الشعب العراقي وجدانهم ما يؤمنون ويعتقدون به فحقق حال من التوازن راعى هوية الجميع وحفظ الهوية الإسلامية لغالبية أبناء الشعب العراقي فضلاً حقيقة عن ملفات كثيرة لو يتاح الكلام عنها وذكرها سماحة الشيخ رئيس المجلس الأعلى وهو رئيس لجنة كتابة الدستور في ملفات عديدة منها قضية السلطة أين كانت في تاريخ الدولة العراقية حيث كانت مكرسة بأيدي عائلة مالكة تتحكم بها الإرادات الأجنبية ثم أحزاب ثم حزب ففرد ديكتاتور وصولاً إلى لا أن الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يقرر من خلال آلية دموقراطية فهذه من ميزات هذا الدستور لذلك أكدت المرجعية على أن يكتبه عراقيون منتخبون حتى تحقق هذه النقطة نقطة الشرعية ونقطة أن تكون السلطة بيد أبناء الشعب العراقي ناهيك عن ملفات أخرى في هذا الدستور ولكن نبقى نؤمن بأن هذا الدستور كما أنه حقق المطلوب في زمن وحقق المقبول أيضاً في مساحة أخرى وبحاجة إلى التعديل وهنا لعله يحضرني كلام مشهور للعماد الأصفهاني ومن الأدباء المشهورين يقول ما كتب أحد كتاباً في يومه إلا رأى في غده وقال لو زيد في هذا لكان أفضل ولو بدل في هذا لكان أحسن ولو زيد في ذاك لكان يستحسن وهذا من أجمل العبر ودليل استحكام النقص على جملة البشر وهذا ما أود أن أسأل بك دكتور البياتي دكتور هنا نتحدث عن هذه الصيغ أو حاكمية هذا الدستور هل من الممكن أن تكون تطبيقات ملزمة وبات بعد أن كانت لربما بمرحلة مرونة يطبق أو لا يطبق نتحدث هنا عن المفاصل الرئيسية السيادة قوات الاحتلال وغيرها من هذه المفاصل التي كانت في الدستور ولكنه يبدو أنها لم تطبق لغاية الآن مسألة تطبيق نصوص أحكام الدستور تتعلق بالإرادة السياسية القابضين على السلطة مدام التزموا بأحكام الدستور فأن النصوص ستكون موضع تطبيق وموضع احترام لكل أفراد الشعب أما إذا كان هناك نوع من أنواع الإغفال في مسألة تطبيق نص دون آخر أو الارتكاز على تطبيق فقرة معينة دون أخرى هذا يؤدي إلى أن يتحول النص الدستوري إلى مجرد ورقة مكتوبة بحبر أسود لا قيمة لها نحن نسعى دائما وهذا ما نقوله حتى للتلاميذ أو طلبة الكليات عندما نتكلم عن الدستور أن النص الدستوري ينبغي أن يكون نصا حاسما ينبغي أن يخضع له الجميع وأن ينبغي أن يكون محل احترام الجميع وبالتالي الطبقة السياسية الحالية هي من كتبت الدستور عام 2005 وبالتالي هي لديها كان رؤية حول آلية تطبيقه عند أرض الواقع قد اصطدمت في بعض المواطن أدت إلى حصول نوع من أنواع الخلل أو الفشل لكن هذا لا يعني أن النص الدستور بمجمله لم يكن جيدا لا دستور عام 2005 وقت صدوره آنذا كان يعد واحد من أكثر الدستير تطورا في المنطقة لكن ظروف طبيعية تقتضي أن المجتمعات تتطور وهذا التطور تارة يكون من حيث الزمان وتارة يكون من حيث المكان ومضي فترة طويلة على نفاذ الدستور منذ عام 2006 لحد الآن تحتاج إلى أن يكون هناك إعادة نظر في صياحته إذا ما أعدنا النظر خصوصا فيما هو متفق على أنه محل خلل بين الطبقة السياسية وبين الطبقة الشعبية نصوص الخاصة بتداول السلطة العلاقة بين السلطات بعض المواد الخاصة بضمانات حقوق الإنسان أو بعض النصوص الخاصة بالعلاقة في اللامركزية أو الفيدرالية هذه تكاد يكون هناك اتفاق دائما نسمعه سواء على شاشات التلفزيون أو في منصات التواصل الاجتماعي أن هناك خلل في بعض المواد هذه ينبغي أن نمضي في تحديلها حتى يكون هناك تطابق بين النص الدستوري والواقع المنهف أشكرك شكرا جزيلا خبير قانون الدكتورال البياتي لنظامك معنا في هذا الملف وأشكر كثير حضرتك الدكتورال الدفاعي المتحدة الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أثريتما الحوارضي في الكرام نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع زيارة السفيرة الأمريكية للوزراء والشخصيات السياسية بعدها أصحاب الاقتصاص قد عدوها تحركات مشبوهة خصوصا أن هذه الزيارات اخترقت العرف الدبلوماسي والدولي الخاص بمهام السفراء لذلك تكهنات المراقبين صارت تدور حول عدم سلامة نوايا أمريكا مع الحكومة الحالية وربما بدأت تعمل تحت غطاء الزيارات واللقاءات كي تصل إلى تحقيق مصالح في هذه الحكومة خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف لا في المعلنة شاهد تقرير الزميل أنه الشمالي يبدو أن الولايات المتحدة تحاول فرضا تحاول كومة الحالية على المشهد العراقي كما يحل لها هكذا فسر المراقبون مؤشرات زيارة السفيرة الأمريكية لدى العراق بتكرار لقاءاتها وزيارات لكثير من الوزراء وتدخلها المباشرة بالملفات الأمنية والسياسية فيما عد المتخصصون ذلك انتهاكا واضحا للسيادة العراقية وضرورة اتخاذ موقف لهذه التصرفات غير المألوفة لدى السفراء في كل دول العالم ويذكر أن سفيرة الأمريكية تجاوزت حدود المهام الدبلوماسية المناطة لها في زمن حكومة تصرف الأعمال ليفتح الباب على مصراعيه بتدخلها في الشأن الداخلي للبلد دون رادع أو مانع اذ تعدت إلى تحركات تمثلت بلقاءاتها شخصيات سياسية حيث يرى المفسرون أن هذه التحركات وراءها أهداف يراد من خلالها دس السم بالعسل وذلك بفرض رغبات الولايات المتحدة وغرس مخالب النوايا الهدامة في الحكومة الجديدة رعاية لمصالح أمريكا وتوجهاتها وبالوقت الذي تعالت المطالبات الشعبية والسياسية بتدخل القانون واتخاذ إجراءات حقيقية إزاءها كذا مخالفات وضعت الفقومة الحالية لها حدود حين منعت البعثات الدبلوماسية من لقاء أي مسؤول سياسي أو إقامة جولات على الوزارات إلا بشروط نهى الشمري الأيام الفضائية مجدداً حياكم الله مشاهد يا الأحباب هذا ملف ورحب بضيفي الكريمين دكتور سامة السعيدي وساد العلوم السياسية في جامعة النهرين أمريكا دكتور ضيفاً كريماً وكذلك ورحب بضيفي الكريم وساد عماد المسافر السياسي المستقل حياة فرساد عماد دكتور سامة نتحدث عن قضية مهمة ومبصلية كان أكو قرار للحكومة العراقية أول ما تسلمت بأنه ما تكون زيارات ورقاءات للوزراء والمسؤولين في هذه الوزارات مع سفراء دول هل كان هذا كلاماً مبطناً المقصود به السفيرة الأمريكية؟ أن هناك عام وهناك خاص في هذا الموضوع نعم شكراً أستاذ أحمد تعالي لحضرتك والأستاذ عماد والأمشاهدي قناة العيام الموقرة يعني إحنا أولاً أكو قانون أو اتفاقية عفواً اتفاقية فينة لعمل البحثات والسفارات هذه الاتفاقية ملزمة وسارية المفعول على كل الدول مهما كانت أوزانها ومهما كانت أحجامها وإمكانياتها هناك مهام محددة للبحثة الدبلوماسية وبالتالي لا يحق للبحثة أو رئيس البحثة أو السفير أن يتجاوز هذه المهام والتي أبرزها مهمة التمثيل ومهمة التواصل وتقوية العلاقات مع الدولة المضيفة وفي حال أن تجاوزت البحثة أو السفير مهام عمله خارج ما هو منصوص وشعارة الدولة المضيفة بأن هذا الشخص قد تجاوز مهامه أو ارتكب مخالفة أو حتى الجريمة في بعض الحالات وهو يكون أمام خياره أما أن يتنازل عن حصانته ويخضع لقانون هذا البلد وطبعا هذا أمر مستبعد أو أن تقوم الدولة المضيفة باعتباره شخص غير مرغوب به ومن ثم يطلب منه مغادرة هذا البلد خلال فترة قد تتراوح مما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة إلى أسبوع بحسب جسامة وخطورة المخالفة التي ارتكبها بالنتيجة نحن كبلد مثل عراق يحتاج أنه نتقيد بما جاء وفق هذه الاتفاقية وبنفس الوقت أنه تعرف حضرتك حركة السفراء والبعتات يجب أن تكون بإشعار الدولة المضيفة بما معناه يتم إشعار وزارة الخارجية العراقية والدار المسؤولة عن البعثات والسفارات بأن السفير الفلاني سيتحرك أو سيذهب إلى المنطقة الفلانية أو سيزور المكان الفلاني لأن أولاً يكون إجراءات وترتيبات أمنية وثاناً يجب أن يتم إشعار وزارة الخارجية حتى تكون على علم ودراية بما يقوم به السفير أو الجهة المعنية الدبلوماسية من مهام وجهود معينة أو إجراءات معينة أو مؤتمرات أو ندوات أو غيرها حتى لا يتدخل هذا الشخص أو هذه البحثة بالإجراءات الوطنية بالقضايا الداخلية لأنه يوجد قضايا لا يحق للسفارات أن تتدخل فيها تحت أي ذريعة وتحت أي ظرف من الظروف لذلك كان توجه الحكومة أو تشخيص الحكومة في بدايته سيد محمد الشياء السوداني أنه لابد أن يتم الالتزام بهذه الفقرات ولابد أن يتم الالتزام باتفاقية فينة وبعكسه أنا أعتقد هذا سيعتبر مخالفة أولا لاتفاقية فينة المعنية بالعراف الدبلوماسية وثانيا مخالفة لتوجيه رئيس الوزراء باعتباره رئيس الجهاز الإداري في البلد طيب أستاذ عماد وجدت رحايا بحضرتك ويتفضل الدكتور السعيدي بهذه الملاحظات الدقيقة والمهمة ونتحدث اليوم عن شكل التدخل من خلال هكذا زيارات وحتى المؤتمرات والندوات اللي أشار لها الدكتور السامة ما هي جايز صير وبالتالي هناك تصريحات داعم للحكومة داعم لكتل سياسية أخرى هذا الموضوع وهذه التصريحات هل هي مسؤولة غير مسؤولة ما راح تعرض لنا العملية السياسية إلى الهشاشة شكرا جزيلا تحية لك سيد الكريم وليا جناب الدكتور السامة وشاهدين تابعي قطعا هذه التصرفات هي تصرفات غير مرغوب بها من الجانب العراقي لكن تصرفات تعتبر أنه الولايات المتحدة تدرك ما تفعل بدقائق الأمور تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق هي تحركات يعني وصفتها بعض الكتل السياسية بأنها تحركات مشبوهة هذه التحركات تستخدم هذا النفوذ مرة تدخل أن يكون عسكري مرة سياسي مرة تجاري حسب الورقة التي تراها الولايات المتحدة هي الأهم أو الملف الأهم الذي من خلاله بإمكان السفيرة أن تتحرك على هذه الوزارة أو تلك الوزارة أبدا قطعا لا يمكن للأمس القريب كنا نشاهد السفارة الأمريكية برمتها تتصرف كما تشاف في حكومة السيد الكاظمي وتجرب منظومة الدفاع الجوي وتعتبر أنه خارج سياقات هذه الدولة انعكس هذا الأمر على تصرفات السفيرة الأمريكية اليوم السفيرة الأمريكية إذا كان هناك توجيه من رئيس الوزراء بالحد من هذه الحركات ولم يكن تحديد اسم السفيرة الأمريكية بل كان الموضوع بالعموم هنا نشاهد نفي لكل هذه التوجيهات أو الالتزامات اليوم قطعا نحتاج تفسيرات واضحة من قبل السفيرة الأمريكية ومن قبل الكتل السياسية وموقفها تجاه هذه التحركات التحركات السفيرة وتحركاتها داخل هذه الوزارات ولقاءاتها بالمسؤولين العراقيين طيب بين استخدام القوى الصلبة والقوى الناعمة دكتور أسامة كما يشير الأستاذ المسافر من منظومة الدفاع الجوي التي تطلقها السفارات كانت في ذلك الوقت بين الحين والآخر إلى وصول هذه المرحلة التدخل بالقوى الناعمة هنا سنعود إلى نظرية القدم الخفية التي استخدمتها الولايات المتحدة في العراق بالتالي هذه التصرفات هل هي ضمن هذه القدم الخفية أم أن حضرتك تعتبر أن المباشرة بهكذا تصريحات وهكذا لقاءات تكون ليست خفية بل هي معلنة يعني أولا بالنسبة للهات المتحدة الأمريكية لها خصوصية أولا هي عندها استراتيجية عالمية ولديها برامج ولديها معاهد تكاد تكون منتشرة في كل دول العالم هذا جزء من استراتيجيها العام في التعامل والتعاطي مع شعوب دول كافة هذا النقطة وعدها برامج واستراتيجيات تخص الحالة العراقية على وجه التحديد وتسميها دول منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية على وجه التحديد هذه تعمل على أنه أولا يعني برامج موجودة يعني إذا أي واحد أنا جرادتها في أحد المرات حوالي أكثر من 17 إلى 18 برنامج يعني هذه تستهدف تستهدف الشباب تحديدا من عمر تقريبا من عمر 15 إلى يصل إلى عمر 35 سنة طبعا بمختلف تحصيل الدراسية بمختلف المناطق دراسة الظروف العادات التقاليد غيرا من الأمور وتعمل على تقديم كل التسهيلات للي رح ينضمون طبعا تخلي روابط واستمرت هذه البرنامج حتى فترة كورونا يعني فترة كورونا كانوا يساوون اجتماعات وندوات الكترونية بروابط معلنة يريد يطب يشترك بهذه الروابط وهما محاضرين وأساتذة موجودين من أمريكا ومن خارج أمريكا وفق التوجيه شوف الأستاذ أحمد المفارقة أن السفارة الأمريكية موقعها بالفيس خال رقم تليفون كاتبة بي أن الأمرأة التي تتعرض للتعنيف من قبل زوجها أو من قبل أبوها أو أخوها أو أحد من ذويها تتصل على هذا الرقم يعني مشرطة مجتمعية بعد طبعا يعني ما أعرف يعني هم صاروا مكان مشرطة المجتمعية من الوزارة الداخلية الوين يعني العجيب والغريب بالموضوع أنه ما يعني وزارة الخارجية ما حركت ساكن يعني في هذا الخصوص يعني حتى هاي البرامج يعني إحنا اليوم من تصير عندنا بعض الحالات وقد نسميها الانحرافات حتى في بعض المرات السلوكية اللي هي مدأتلام حتى مجتمعنا يعني مو قضية حتى لا ينصرف الذهن قضية الدين والتديون لا يعني مو قضية التديون وإنما إحنا مجتمع شرقي عندنا عاداتنا عندنا تقاليدنا عندنا ثوابتنا الإنسانية يعني الرجل رجل والمرأة مرأة ما ممكن واحد يحل محل الآخر تحت أي ظروف من الظروف وهذا خلاف حتى للمنطق البشري أنت من تجي وتبدأ تسوق وتعمل على أنه تسوق هاي الأفكار وتعمل على أنه تخلط المنظومة وذولا مراهقين وشباب وعقلهم يعني ما مكتمل لا من حيث الوعي ولا من حيث الرؤية وللأسف إحنا مدارسنا يعني تعليمنا مو تمام نحجب صراحة فصرنا لقمة شبابنا وأطفالنا وبناتنا صاروا لقمة سائغة لهذه المشاريع ولهذه الدورات ولهذه طبعا هم يجيبوهم ويصرفون عليهم ويقعدوهم بعض الأحيان بفنادق راقية ويجيبو لهم مساتذة متخصصين وغيرها من المغريات وحقيبة تدريبية وغيرها من المغريات اللي هي بصراحة ما متوفرة لا بمنظماتنا إحنا ما ننظمات مجتمع مدني العراقي ولا هي قد تكون متوفرة حتى في مدارسنا أو حتى في بعض الأحيان جامعاتنا هذا الفراغ نسميه الفراغ الفكري قاموا يشتغل من هذه البعثات ومو بس البعثة يعني الأمريكية ولا أكو بعثات هواية وده يعني ترصد أموال يعني أنا أرقام اللي أرات أسمعها واللي توصلني يعني توصل إلى حد سنويا يعني خمسة مليون دولار أكثر من خمسة مليون دولار يعني هاي تخلق لك عملية يعني إحلال انتزاع للقيم والعادات والأفكار وإحلال قيم وعادات وأفكار جديدة فهاي إحنا كون نتوعالها أنا أنا أنظرها بصراحة أخطر مما من ما ينظر يعني أنه زيارة وزير مع الاعتزاز أو زيارة نائب أو زيارة سياسية هذين يشتغلون على جيد وهذا الجيد هم يعني هم عمادة المستقبل هم رح يصيرون ينتشرون بالمجتمع هم رح يصيرون أساتذة وموظفين وشرطة وجيش وأطباء ومهندسين وكل قطاعات للحياة هذا لا أخطر من أنا أعتقد التأثير السياسي الآن الصريح والمباشر وإن كان هو بمخالفة وتجاوز على السيادة العراقية بالتأكيد دكتور وأيضا كانت هناك معالجات للحكومة العراقية بأن تجعل المنظمات الدولية الداعمة أو المانحة للعراق عبر وزارة الخارجية كي يضبط إيقاع هذه المسألة أستاذ عمادة تحدث هنا عن دور السفيرة تحديدا السفيرة اللي قبلها ما كان إلى هذا الدور والحركة الواسعة كانت هناك زيارات ولكن ليس بهذه المنهجية هل تبدلت سياسة الولايات المتحدة يعني نشوف أنه السفيرة الأمريكية وهي ممثلة الممتحدة مترافقات في أكثر الندوات والمؤتمرات والزيارات بالتالي هل هذا تأسيس لمرحلة جديدة ضمن السياسة الدولية المنفذة في العراق أكيد طبعا دور السفير دور أي سفير يعني مو شرط سفير الولايات المتحدة حسب المرحلة التي هي موجودة الآن ربما كانت المرحلة التي كانت سبقة تشكيل الحكومة كان دورها ليس بالدور الفعال الذي نشهده الآن الآن تغير الوضع أخذت يعني أخذت غير منحة هذه اللقاءات كما تفضل جناب الدكتور ممكن أن تكون بها خرق للدستور العراقي خرق للسيادة العراقية تضع على ما تستفهام كثير ربما هذه الكتلة السياسية مرحبة بالوجود الأمريكي أو الوزير التابع لهذا الكتلة السياسية مرحبة بالتواجد الأمريكي غير مكترثة للتواجد الأمريكي لكن هناك كتلة سياسية ترفع شعار مقاومة يجب أن يكون موقفها واضح من زياراته إذا كان رئيس الوزراء قد أصدر تعليمات واضحة وهذه الكتلة السياسية التي ينتمى لها الوزير ترفع شعار مقاومة لا تريد أن يكون دور مؤثر للولايات المتحدة في السياسة العراقية يجب أن يكون الجمهور على بين من أمره ماذا دار بهذه الاجتماعات ماذا كانت تقول السفيرة الأمريكية لهذا الوزير والوزير الآخر ربما لو تضحت كل هذه الحقائق سنرى صورة واضحة لتحركات هذه السفيرة وهذه الكتلة السياسية مطالبة أن تكون صريحة مع جماهرها ماذا تفعل السفيرة الأمريكية في مختلف وزارات الدولة العراقية خصوصا أن الوزارات هذه وزارات يعني عفونا الوزراء الذي يتسلموا هذه الحقائق هم تسلموها من فترة قريبة هل كانت هناك إملاءات هل كانت هناك عروض هل كانت هناك شروط الشارع العراقي يريد أن يفهم إذا كانت الولايات المتحدة يعني لا تفصح عن تحركاتها يفترض بالوزارات العراقية بالكتلة السياسية أن تفصح عن ما تفعله السفيرة الأمريكية وغيرها من المنظمات داخل العراق طيب يعني خلنا أتبرى من ضمن الظرافة دكتور رسامة يعني ما دعت إليه النائبة علي أنصيف بدعوتها للحكومة العراقية بأن توجه السفيرة في الولايات المتحدة إلى المعاملة بالمثل وزيارة الوزارات الأمريكية كيف تنظر إلى هذه الفرضية عبر تغريدة طبعا هو إي يعني شو أنا أقول لك خذ مثلا يعني كن ما حل الشخص هو صحيح يعني هذا المبدأ المعاملة بالمثل بس طبعا الأمريكان ما يسمحون يعني نحن القضية الأخرى الخصوصية لما كان يعني نتحدث بواقعية مؤلمة وموضوعية مؤلمة أنه الأمريكان يعتقدون أنه هم أصحاب الامتياز بالعراق وهم اللي لازم يتحكمون يعني بمقاليد الحكم والقرار ومن يصيره ومن ما يصيره وشان تمشي الأمور وشان الصحة وشان الخطأ يعتبرون أنفسهم أصحاب الامتياز لا يعني أنا أعتقد أن الأوان أنه يكون أكو خطاب من نوع آخر هذا الخطاب اللي هو تحديد يعني بريطانيا أيضا أسلت المملكة العراقية الهاشمية في عام 1921 بالتالي إحنا خوما نبقى يعني بأسرة لهذا التأسيش أكو أكو استعمار وأكو احتلال لكل حتى الأمور المتحدة تقول لك أكو فترة سواء كان في زمن نظام يعني الوصاية أو في زمن العصبة كان نظام يعني أيضا الإدارة الأقاليم المستعمرة من قبل الدول المستعمرة هم أكو فترة وتنتهي يعني سرك وفكر تباط كل الدول كانت تحت احتلال الهند غيرها وهاية دول خلص إحنا وصلنا إلى مرحلة أنه ما مو إحنا يعني أنه يتحكم في شؤوننا ترى مو العراق وليس دفاع الفترة حضرتك أنه أنا أنتقد الوضع مو إحنا البلد الوحيد اللي ما بيتظاهرات ولا إحنا البلد الوحيد اللي حكومته تتأخر بالتشكيل هاي أقرب الدول لأن هاي الأردن الآن بها تظاهرات تشكيل حكومات يستغرق سنوات هاي عندك اليابان عندك الإضراب اللي دا يصير الآن في إنقلترا والجيش مهندس بالنزول حتى يجبر الناس على العمل مستشفيات قطع أميركا نفسها اللي هي تدني عامو الديمقراطية عندهم أضراب قطع النقل كاد أن يشل يعني قطع النقل والمترو في أميركا كلها في ولاية الأمريكية والمطارات لو لا تدخل الرئيس في اللحظات الأخيرة والطاهم لأبالهم كل فالياردقوله يعني مو إحنا البلد الوحيد اللي يعاني من مشاكل ويعاني من تحديات ومن مظاهرات ومن عدم استقرار حكومي كل الدول بما فيها الدول المتقدمة هي تعاني من هذه المعاناة وبالتالي هذا ليس مدعاة يعني اليوم إحنا ما نقدر نطي نصيحة أو أي دولة حتى لو هي قرينتها خلنا نقول مرد نقول العراق نعم تطي نصيحة لبريطانيا وتقولها رئيس الوزراء البريطاني الحالي شون يصرف ويا المحتجين ولا أمريكا أمريكا مصار اقتحام لكونغرس ولا أمريكا تتقبل أنه مثلا روسيا والصين تطيها نصيحة مثل ما روسيا والصين الآن ما تتقبل النصائح الأمريكية تمام فبالتالي إحنا نحتاج إنا شوية يعني نعيد الأمور إلى توازنها وصير عندنا ثقة بنفسنا ويكون عندنا خطاب واضح حتى مع أبلاس فار وهذا ما نقشناه في ملف الأول من محاولة تعديل الدستور كليا أو جزئيا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أسامة السعيد وستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين ثلاثة الحوار وشكرا الكثير لحضرتك وستاذ عماد المسافر السياسي المستقل لهذه الإثراءات في هذا الملف شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام وشكري لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله